السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. اعزائلات الله بالصف الثالث الاعداد ازيكم يا شباب اخباركم ايه يا رب اكونوا بخير جميعا. والنهاردة معدنا مع هناخد النهاردة ناخد درس الخمس والسادس. وده اخر جزء في الواحدة التالتة. بعد كده هنحل كتاب جيم كله. برضو الواحدة الكيامة التالتة ان شاء الله. نبدأ بالكلمات شباب. نقول بسم الله كده. happiness. happiness. however. 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 firstly. 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 summarize. summarize. tourist attraction. tourist attraction. tourist attraction. furthermore. 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 in addition. in addition. in addition. in addition. conclude. 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 طبعا كالعادة اكتب المعاصر عامل كده اكترسيز صغير لنا. ان احنا منشوف كلمات حفظنا منها ايه? قلنا يعني بالاضافة. conclude. يعني يختم كلامه. ملخص. معالم الجذب السياحي. firstly. في البداية. شوف عندنا كده اول آآ جملة اللي هنا فيها. in addition. سوريا يا شباب. the story is too long. تعالا نشوف اول جملة. the story is too long. القصة طويلة جدا. can you add for me? ممكن تلخص هالي. كلمة يلخص يعني ايه قلنا? summarize. يعني يلخص. بكلمة summarize. معناه يا شباب. يلخص. ممكن سما نوصين كلمة some وكلمة tries. when you end something. it means you add. عندما تنهي شيء. انت بتختم هذا الشيء. دعا ما الحاجة اسمها ايه? conclude. conclude يعني. يختم. when we add ideas. we can use further more and. عندما نضيف افكار الى بعضها البعض. بنزود افكار يعني. بنستخدم كلمة further more. يعني معناها علاوة على ذلك. وايه تاني عندنا? كلمة طبعا. in addition. يعني بالاضافة الم. is full of places of tourists. like the pyramids and sphinx. مصر ماليقة. باماكن جذب السياحي. زي ابو الهولو الاهرامات. يبقى عندنا هنا كلمة ايه? الجذب السياحي اسمها. attractions. يعني attraction. مناطق الجذب ايه? السياحي. attractions. بعد كده عندنا شباب بقى كلمات اللي هي بقى كلمات اتخذناها قبل كده. مقررة في lesson 5. introduce 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 greetings 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 language 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 situation 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 adult 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 introductions 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 daughter 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 طبعا هنا الجي اتش ايه شباب? silent repair 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 repair. عندنا كذا كلمة بمعنى يصلح repair في كلمة اسمها fix if ix في كلمة اسمها mind م اي اي ان دي. نروح لصفحة 182. برضو بقى الكلمات. invite 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 اكسترا 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 اكسترا. contrast 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 اي ان دي. بلدر بلدر buildr anymore 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 conclusion 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 من كلمة conclude со이즈 contacked contact 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 where serving windows serving winds serving winds serving winds serving Hein serving result 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 هيسة. هيسة. طبعا عندي جزيرة نوبية فين في مدينة اصوار. في عندنا برضو تعريفات كلمة وكلمة يعني رسمي معناها يعني بعض التعبيرات او بعض التصرفات بتبقى في المواقف المهمة بتبقى بتاع كلها تصرفات او ملابس او كلام رسمي. بقى غير رسمي. هذا مناسب لايه? للمواقف اللي هي الحياتي اليومية. ومواقف ما كنش لها اهمية ايه? كبيرة. بالضبط زي ما كن بتكلم كده رئيسك في الشغل. دي اسمها هتكلم حد من صحابك من اخواتك. بعد كده يا شباب تصريفات الافعال. ميت مت مت. قلنا مهمة جدا هذه التصريفات عشان اقدر اكون جمل في الازمنة صحيح. become 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 say سد سد write wrote written choose chosen. بعد كده عندنا في نوتس بعض الملاحظات على الاجزاء اللي احنا كمان شوية هنقراها. كلمة اه طبعا هو جايب لك هنا كزا كلمة يعني بيده نفس المعنى اللي هو ازاي ننضيف الجمل على بعضها. في عندنا ان اديشن تو ان اديشن وفارزة مولو. هاويفر تعال نعرف الفرق بينهم صرائي. ان اديشن تو حرف الجر تو هنا مخادع شوية. انت متعود دايما من حرف الجر تو بعد مصدر. لكن دي من ضمن الحالات الشازة في حرف الجر تو هنا ان اديشن تو ليجي بعدها اما اسم الشيء اما اي ان جي ما يجيش مصدر ابدا زي كده يعني بالاضافة لكونه تاجر وهو يعمل ايضا كمعلم اه في مدرسة ايه ابتداء. يبقى ازن يا شباب ينفع بعدها اسم او فعل اخر اي ايه لكن ايه بس من غير حرف الجر تو يأتي بعدها جملة كاملة فاعل ثم فاعل. فاعل ثم فاعل. خلي بالك انهم نفس المعنى بالاضافة الى بالاضافة الى زي كده هو يعمل كمعلم في مدرسة افتدائي ونحط في الوستوب بدأ يقول الوقت جملة تانية بالاضافة لهذه الجملة هو هو شغل ايه تاجر. يبقى ازن بتساوي لكن بعدها او اسم زي ما قلت كده بالاضافة للتنس بيلعب قرود قدمة. اما بس من غير حرف الجر تو يأتي بعدها جملة كاملة. مش يجيبها اسم لا جملة ايه كاملة فاعل ثم فاعل. نروح على الملحوظة اللي بعدها شباب بقى كلمة على وعلى ذلك برضو وضيف معلومة على معلومة. وبيجي بعدها جملة كاملة. فاعل ثم فاعل. سوف تجعل المكتبة تبدو جميلة ومسيرة. فاردر مور وعلاوة على ذلك. سوف تصبح المكتبة من معالم ايه السياحيين. بقى كلمة فاردر مور هي لها لا نفس استخدام بس بيجي بعدها يا شباب عندنا جملة كاملة. وخلي بالك كده من شكل الجملة. كدنا اول جملة وينفل الصد وبعدين فيه كاملة. وجملة ايه بعدها. فاردر مور ما كانها واضح جدا. تأتي في بداية الجملة الثانية وبعدها كاملة. بعدها ايه كاملة. كلمة هاويفر هي هي كلمة بط. هاويفر يعني ومع ذلك وبط يعني ولاك. اتنين دول بيجي معهم جملة المتناقضة. يعني الجملة الاولى عكس التانية زي كده. هو قوي. ابقى التناقض لكنه لا يستطيع ان يحمل ايه السندوق. هو قوي بس بالرغم من قوته مش قادر يشيل ايه السندوق ده. كلمة بط يا شباب قبلها هنا ايه كامل. عبقى اشوف هاويفر. وحط كتب في بداية الجملة الثانية وبعدها ايه كامل. يبقى مكانها في بداية الجملة الثانية. واول حرف كابتل. افرد عندنا جهة تحط قبلها كامل وبعدها كامل. يبقى كده كده ده مش جايب في الاختيارات عندنا يا شباب لان الاختيارات عندنا محددة. احنا قلنا بيجي عندنا تعريف والمعنى والمضاد والبريفكس والبادئة واللحقة. ثم بيجي حاجة اسمها التخمين بتاع المعنى الكلمة فين في جملة. لكن دلك انت عشان تعرف الفرق بين الكلمات دي. وعشان كاملان عشان السنة الجاي في سنوية ان شاء الله. بعد كده كلمة فورمال وان فورمال يعني رسمي. زي اللي هي بتسوي اللغة الرسمية بسمها او لما ببعت ايميل لشركة حرف الجر ايه مع اللغات يا شباب. بكتب بلغة ايه? لغة رسمية. اما او لغة غير رسمية. واتكلم بها مع اصدقاء او اصحابي. يبقى ايزا الفورمال مع الناس الاعلى منك مكانة او منزلة او الناس ما تعرفاش كويس او شركات. اما اللغة الغير رسمية مع اصحابك ومع العائلة. بعد كده في بعض التعبيرات زي كلمة بكتبها امتى? لما كن ببدأ بها ايه جملة في مقال? بقول جملة او بقول جملة اللي هو ايه? اولا او هبدأ بكزا. لما خلص الكلام اقول ايه? عشان اعمل بلق ملخص. عشان الخص كلامي بعمل كزا وكزا. وبتساوي كلمة او يبقى انت لما تبدأ كلامك مسلا بتلقي خطبة او كلمة قدام حد. اقدر اقول كلمة في البداية هنعمل كزا كزا كزا. او طب وانت بقى بتحول كده تقفل الموضوع. تقول ايه? عشان نختم موضوعنا. وتقول جملة برضو. او ايه? جملة ايه? كاملة بعد كده. ده ملخص ايه? ازاي تبدأ خطاب وتنهي ايه? الخطاب. بعد كده فيه كالعادة كده في يعني يا شباب. يعني تعبيرات. وبريبوزيشنز يعني حرف ايه? جارب. سيبريشنز. اند بريبوزيشنز. انتريديوز تو. النقط هنا فيها شخص وهنا شخص يبقى قبل كده. اي انتريديوز ماي فريند تو ماي فاذر. بقدم صاحبي لابي بعرفه على بعض يعني. جيف ريزنز فور. جيف ريزنز فور. جيف ريزنز فور. جيف ريزنز فور. مع كلمة ريزن. nice to meet you. nice to meet you. لما قابل حد الاول مرة بقوله. nice to meet you. match with. match with. طبعا يوصل ده ابدأ او يكون ملائم لبعض ويكون ماشيين مع بعض في الشكل او اللون يعني. او او اوسر شخص بشخص او شيء بشيء. بليز كونتاكت مي. من فضلك كلمني وتصل بي. كلمني. حرف جر بتاعها. with. answer to. يرد على او يحل حاجة معينة. write conclusion. يكتب ملخص لمقالة او خطابة. نروح على 184. نكمل برضو بقيت حروف الجر والتعبيرات. a friend of yours. يعني صاحبك. a friend of mine. يبقى صاحبي. friend of hers. يبقى صاحبها. friend of his. يبقى صاحبه هو. in the same football team. in the same football team. يبقى in the same. look old. يبدو قديما. وكلمة look دايما. لو بعدها صفات معاناها يبدو look happy. يبدو سعيدا وهكذا. at our community meeting. at our community meeting. يبقى قبل كلمة meeting حرف جر ايه. at. decide to. سهلة دايما. look like. يجبه. لك عندنا. I am look like my father. انا اجبه ابي. add extra information. add extra information. give contrasting information. give contrasting information. give contrasting information. contrast يعني حصل تباين وتناقض. clean up. clean up. clean up. work on a project. work on a project. invite. طبعا قلنا حرف نقضي ونقضي. يبقى invite someone to something. بعزم شخص على مناسبة معينة. I invite علي to my birthday party. the front door. the front door. والعكسها زباك دور. الباب الخلف يعني. بعد كده skills. فيه جزء reading. جزء listening. تعنيش في الاول listening. narrator one. الشخص اللي بيحكي يعني. فعمل محادسة بين فارس وعمر. hi there عمر. عامل ايه عمر. فقال له hello faris. اهلا فارس. do you know my cousin Adam? قبلت ابن عمي قبل كده. قال له no I don't. لا. ما شفتوش قبل كده. طبعا لان هما لسه عارفين بعض يا شباب. قل له ادم meet عمر. عمر meet Adam. يقول له. بيعرف على بعض يعني. ادم ده عمر وده ايه? عمر يا ادم. فقال له nice to meet you Adam. لطيف ان انا شفتك. فقال له. nice to meet you two. طبعا ده المقابل الاول مرة بقول nice to meet you هو يقول لي nice to meet you A two. روح على مية خمسة وتمانين يا شباب. في عندنا برضو ديالج تاني. بتوين ساميرا وعولا. hi there. عولا. اهلا يا عولا. تلاها هلو ساميرا. اهلا ساميرا. قبلت راندا قبل كده. she's just started working at our office. بلسة بدأ الشغل في مكتبنا دلوقت. تلها no. we haven't met. لم نلتقي من قبل. it's a pleasure to meet you. بل النايس بقت pleasure. pleasure يعني من دواعي سروري. تلها please to meet you two. وأنا كمان وصلني ايه قبل لك. آخر عندنا محادثة. محادثة التالتة يا شباب. between sara and lamar. good morning. i'd like to introduce myself. عاوزة قدم لك نفسي. i'm sara. i'm your new neighbor. انا جارة. ايه الجديدة لكم. تلها please to meet you. مبسوطة اني شفتك. i'm lamar. اسمي lamar. and this is my mother. ودي الام. ميسز منصور. زوجة الاستزمين منصور. تلها please to meet you both. مبسوطة اني شفتك انتو الاتنين. تلها it's a pleasure to meet you two. واحنا كما مبسوطين قبلناك. welcome to our neighborhood. مرحب بك في الحقيقة ايه بتاعك. طبعا الوحادثات دي ممكن يجيزا اياها فين يا شباب في الامتحان اللي هو التعارف الاول امر. بعد كده آآ نفس الصفحة برضو بتاعياتنا يا شباب. في عندنا برضو. reading. ميسز ليلة. بتكلم الفصل. وعندين father. بيكلم هيبة. تعالى عندنا نشوف المحاسات دي. ميسز ليلة. good morning class. I'd like to introduce myself. عاوز اقدم لكم نفسي. I'm your new teacher. انا معلمتكم الجديدة. ميسز ليلة. فالفصل كله قال ايه? good morning. ميسز ليلة. قد كده father بيكلم هيبة. هيبة. I'd like to meet our new neighbor. I'd like you to meet our new neighbor. ميستر باهر. والله تعالى يا هيبة. اعرفك بجارنا الجديد. ميستر باهر. قيت له. please to meet you ميستر باهر. مبسوطة اني شفتك. يا اساس باهر. فقال لها this is my daughter هيبة. الاب يقول له يعني دي بنتي واسمها هيبة. فهو قال اللي هو ميستر باهر ده. please to meet you too. وانا كمان مبسوطني ايه قابلك. طبعا كل دي يا شباب. عشان تعرفك ازاي تتكلم مع حد الاول مرة بتشوفه يعني. كده حمدي وباسل. hi basel do you know my friend عماد? هل تعرف صاحبي اللي اسم عماد? قال له no I don't. لأ. ما شفتوش قبل كده. فهنا حمدي قال له باسل. meet عماد. we are in the same football team. بقوله تعالى يا باسل. قابل عماد. نحن نفسه فرقة قرية القدم. فباسل قال لهم nice to meet you. عماد. مبسوطني شفتك يا عماد. عماد قال له nice to meet you. ايه تو. واضح ان التجملة دي. تبكر جديد. اللي هو التعارف على شخص الاول ايه مر. بعد كده في عندنا جزء reading. firstly let me say how much we love. we all love our children's library. ولفي البداية خلينا نقول قد ايه احنا بنحب مكتبة الاطفال اللي عندنا. however ومع ذلك. it now needs some work. دلوقتي محتاجة بعض ايه الشغل فيها الترميم وصيانية. the children don't like it anymore. لاطفال ما بيش حبينها. because it looks old تبدو قديمة. and needs binting. محتاجة ايه اطلاق. لازم حد ايه يعمل لها شغل نقاشة يعني. we want to encourage children to use library again. عاوزين نشجع اطفالنا يستخدموا المكتبة مرة تانية. at our community meetings في اجتمعنا الاخير بتاع الحي بتاعنا والمكتبع بتاعنا الصغير. we decided to improve the building. قررنا نحسن البابنا. we want to invite you to help us. وبنعزمة تيجي ايه تساعدنا. we go we got some ideas from the مشروع السعادة. عندنا بعض الافقار خدناها من بدل اسمها مشروع السعادة. بدلها مجتمعية طبعا. you can see a photo of their work above. هتشوف صورة لشغل هذه الجامعية. اسمها مشروع السعادة يعني. في الاعلى. every year a group of people go to heesa. كل سنة. ناس. مجموعة من الناس بيروحوا ليجزير اسمها هيسة في النوبة. نير اسوان. to paint the houses. يلون المنازل. in colors of happiness. بقى الوان ايه سعيدة جدا. we are going to do the same thing here. هنعمل نفس الحكاية دي هنا في المكتبة. it will make our library look exciting. هتخلي المكتبة شكلها حلوة قوي. furthermore. وعلو على ذلك. the library will become a tourist attraction. المكتبة ده نفسها هتبقى معالي من جذب ايه السياح. to conclude. وعشان اختم كلامي. we are looking for for volunteers. لطلب مساعدين. to help us plan and complete the project. يساعدونا في تخطيط واستكمال المشروع. if you are interested. لو انت مهتم. please contact me. وفضلك كلم. طبعا ده يعتبر كده اعلان لمشروع تجديد المكتب. بعد كده عندنا برضو في جزء التانية عندنا يا شباب. في البداية خالينا عبر عن شعورنا بالفخر بالقلعة بتاعتنا. in our town. however it now need some work. برغم من انا فخور بيها لكن محتاجة شوية شغل. الناس بتحب تمشي على جدران القلعة. but some of them are dangerous. لكن بعض الجدران دي خطيرة. also some people leave rubbish inside the castle. في بعض الناس بقى التسيب قمامة داخل للقلعة الاثرية ديت. تعال نروح 87 شاب. 187. at our community meetings. في اجتماعاتنا بتاعت المجتمع. we decided to improve the castle. نحسن القلعة. we are going to get some builders. هنجيب بعض عمال البناء. to repair the walls. نصلح بها الجدران. furthermore. وعلى وعلى ذلك. children and the school are going to help clean up the rubbish. اطفالها يساعدونا ازاي نرمي. او نجمع القمامة من القلعة ونرميها. to conclude. we think that the castle is going to look amazing. نعتقد ان القلعة يكون شكلها مدهش جدا. and will become a tourist attraction. وهتصبح واحدة من معالم ايه السياحية. تعال نشوف كده يا شباب برضو جوزء تاني reading. one day i saw a message on the notice port by the front door to our flats. في يوم الايام. شفت رسالة. لوحة الاعنانات اللي هي موجودة فين قدام البابة تعقيدة عشائتي. it says that. الرسالة بتقول. mr. maher who is very elderly. عجوز جدا في السن يعني. needed كان محتاج a new pinch. مقعد جديد. the one he sits on outside. his flat is broken. المقعد اللي بيجلس عليه خارج شائته. مقعد مقصور. so i encouraged all my neighbors. وشجعت كل الجيران. to help to buy him a new one. يساعد ويتعاونوا عشان يشتروا له مقعد جديد. some men delivered at this morning. رجال التوصير ووصلوا المقعد ده النهاردة الصبح. mr. maher was very surprised when it arrived. mr. maher كان مندهش جدا لما المقعد اللي طلبه وصل. mr. maher was very pleased by our kindness. mr. maher كان مقصود جدا بتعاطفنا معاه. our neighborhood is very friendly. and we like to help each other. جرانا او الحي بتاعنا كلهم متعاونين. وكلنا بنساعد بعضنا ايه البعض. واضح ان كل النهاردة ال reading كله على جزء تاع التعاون والمساعدة فين في الحي. بعد كده عندنا برضو في جزء reading. i'd like to say thank you to the young woman who helped me yesterday. سيدة كبيرة كتبة. انا حب اشكر الشابة او السيدة الصغيرة في السن اللي ساعدتني امبارح. انا كبيرة في السن. you see زي ما انت شايف. a young woman saw me and greeted me warmly. ست صغيرة في السن او شابة يعني. شابتني وسلمت علي بكل حرارة. she encouraged me to sit down. شجعتني اجلس. on a bench and have a rest. اجلس على الموقع بتاع الحديقة. واخد راحة. it was so wonderful to be treated with such kindness. حاجة لطفة جدا ان حد يعملك مثل هذه ايه. الطيبة يعني والعطف. that's why i'm so happy to leave in this neighborhood. ولذلك السبب انا مبسطة جدا ان عايشة في هذا الحي. our community is so kind and helpful. مجتمعنا طيب جدا ومتعام. ونروح على صفحة شباب 188. في جزء عندنا اللي هو video script. هو عبره عن نص خاص بفيديو. مفروض نشوفه احنا على بنك المعرفة لمصر. لكن احنا جايب لي النص بتاعه بس. there are many amazing projects that help communities in Egypt. يوجد كثير من المشروعات المزهلة. الرائعة يعني. عشان تساعد المجتمعات في مصر. some of these projects help people. بعض من هذه المشروعات تساعد الناس. such as مثلة this one which helps people to get fresh water. زي مشروعات توفير مياه العزبة والنقية للناس. and some help the environment. وبعض المشروعات الاخرى تساعد البيئة. like these volunteers taking rubbish from rivers. زي مشروعات ان في متطوعين بيستخرجوا القمامة من الأنهار. بسيطة is a company that organizes community projects. شركة اسمها بسيطة. هي بتنظم. organize يعني بتنظم المشروعات المجتمعية. for example على سبيل المثال. the very nile project. مشروع اسمه very nile. helps to clean the river nile. في ساعة في تنظيف نهر النيل. they take lots of rubbish. بيستخرجوا كثير من القمامة. such as plastic. زي البلاستيك. الاكياس بقى البلاستيكية وزويات. from the river. من النهر. they then recycle the plastic. وبعد كيف يعملوا عادة تدوير. لهذه المخلفات البلاستيكية. بعض من البلاستيك اللي هما استخرقوه. هيتحاول يبقى حقائب تسوق. another project. provides clean water. for many people. في مشروع تاني. هيساعد الناس. يحصل على مياه نقية. the macad trust. دي شركة برضو قدماء خيارية. اسمها macad trust. helps people in the sinai peninsula. في شبهة جزيرة a sinai. they teach people to keep peace. علموا الناس ازاي ربوا الناحي. these bees are going to make honey. والنحل ده ينتج العسل. which we use for food. يستخدم للطعام. the macad trust also creates gardens. so people can grow their own food. برضو مجموعة macad diet. اللي هي جماعية خيارية. انشأت حضائق للناس يزرعوا فيها طعامهم. اللي هو بقى مشروع اتفاء ذاتي. are there any community projects where you live. هل انت عندك في منطقتك وفي حيك. مشروعات مجتمعية. what do they do to help your community. ماذا تفعل تلك المشروعات للمساعدة فين في المجتمع. تعال يا شباب. مشروع عندنا exercise على listen three and four. نبدأ كالمعتاد بسؤال choose. اختيارات number one. طبعا ده على definitions تعريفات. means correct or polite for important situation. مناسب او مؤدب في المواقف المهمة. وان ده يبقى formal. يعني حاجة رسمية. طبعا. abnormal يعني غير طبيعي. german يعني الماني. unusual غير عادي. number two. correct for important or everyday situations means. ده شيء مناسب للمواقف العادية. مش مهمة. بس ما informal حاجة غير ايه رسمية. number two. enter the website. secondly fill in the form. بيقولك خطوات. بقولك في البداية ادخل الموقع. وبعد امن الاستمارة. في البداية يعني firstly. firstly يعني في البداية. طبعا. further more على وعلى ذلك. however ومع ذلك then يعني sum. روح على صفحة مية تسعة وتمانين شباب. we can an informal email with see you later. احنا ممكن ننهي خطاب او ايميل غير رسمي بكلمة قراقة قريبا. بس صحة عندنا conclude. conclude يعني نختم. نختم الايميل يعني. ننهي الايميل. contact يتواصل. great يحيي introduce يقدم. is the state of feeling or showing pleasure. الحالة اللي بتعبر فيها عن ساعتك. وتوري فيها ساعتك. اسمها happiness السعادة. طبعا. هي كنس الضعف. النس المرض. dark ness الظلام. she was ill. هي كانت مريضة. she went to the club this morning. بس صراحة النادي. طبعا الجمل دي ايه متنقضة عكسة بعضها. further more لا بتضيف جمل ورا بعضها. معلومة على معلومة. نديشن تو بالاضافة الى نفس الكلام. نديشن بالاضافة الى نفس الكلام. نديشن بالاضافة الى نفس الكلام. يبقى الصحة تناقض. تناقض عندنا بكلمة however. او كلمة ايا شباب. يعني لكن طبعا. I think the new museum will become a tourist for Egypt. اعتقد المتحف الجديد. يصبح معالم سياحية في مصر. اسمه tourist attraction. معالم الجذب السياحي. reaction. يعني رد الفعل. result. نتيجة. reason. سبب. I'd like to myself. I'm your new teacher. Mrs. Layla. احب اقدم لكم نفسي. انا مدرستكم الجديدة. الاستاذة ايه او السيدة Layla. يقدم يعني introduce. number nine. he is a story in two lines only. he is so smart. هو لخص القصة. فسطرين بالزبط. هو زي جدا. كلمة يلخص يعني او لخص. summarize. يعني لخص خلاص. طبعا. invited يعني عزم او دعا حد على مناسبة. ومجرية دي يعني حية شخص. وبروت احضر. when you write. you can use the expressions to summarize. عندما تكتب ايه. ممكن نستخدم تعبير اسمه عندنا. عشان اللخص الكلام ده. يبقى عندنا. when you write. ايه. لما كن بكتب ايه عندنا يا شاب عندنا. بكتب. الخاتمة. كلمة خاتمة يعني. conclusion. لان بقول عندنا كده. عشان اللخص اللي فات. هقول لكم كذا وكذا وكذا. هل هي بتساوي كلمة to conclude. عشان اختم الموضوع بتاعي يعني. فكلمة conclusion الخاتمة. contrasting تناقض. greeting تحية. production. يعني مقدمة. Sarah worked hard to clean her room. and they were amazing. Sarah عملت بجد. لان تنظف الحجرة. والنتيجة كانت مدهشة. نتيجة يعني results. ألس يعني نتائج. competitions. منافسات أو مصابقات. teams يعني فرق. organizers يعني منظمين. winning the first place in the competition was the most amazing in my life. الفوز بالمركز الأول في المسابقة. كان أكتر موقف مذهل ومذهش في حياتي. موقف يعني situation. invention يعني اختراع. conclusion خاتمة. production مقدمة. نروح على أسئلة خاصة. synonyms والantonyms والsuffixes وprefixes. خلاص نتعلمناهم بها. synonyms يعني المعنى المتراضف يعني. يسوي بعض. antonyms المضادات. عكس بعض. suffixes لحقات. حروف تضع أخر الكلمة. prefixes بادئات. تضع أول الكلمة. write is the synonym of. كلمة write. هي نفس معنى. تاع كلمة correct. لأن write معناها صحيح. وcorrect يعني صحيح. the opposite of official is. عكس كلمة official. official يعني غير رسم. أو سوري رسمي. يبقى عكسها informal. غير a غير رسم. أو unofficial. we form the noun from the adjective happy. بنكون الاسم من الصفة سعيد. خليها happiness السعادة. زود لها n-e-s-s. بنضف لها. suffix. we form the opposite of formal. by adding prefix. بنجيب عكس كلمة formal. بنضف لها البادئة. اسمها in. يبقى informal. روح على صفحة 190. the word firstly is. كلمة firstly. في البداية. أو بداية. هل هي verb. ولا adverb. ولا pronoun. ولا adjective. طبعا ده. adverb. adverb يعني ايه. حال. firstly. حتى ضيف الله ايه. ال what. بعد كده عندنا number 18. conclude good always wins. الخير دايما هو اللي بيفوز يعني. طبعا ده واحد بيختم. فقلنا عندنا. بقول كده. to conclude. كي اختم يعني. وتسجب problem. your bike passing. قلنا problem. حرفة جربتها يا شباب. with. noha work is a volunteer. in a community charity. noha تعمل كا متوعة. في جامعية خيرية. اسمها work is as. تعمل كا متوعة. بعد كده في حاجة اسمها يا شباب. المهارة بتاعت. ال speaking. التحدث. هنا يا شباب. بيعرفت الفرق بين. اللغة الرسمية. واللغة غير رسمية. فمديني كده مصطلحات. باللغة الرسمية. وما يقابلها النحاء التانية. غير رسمية. كلمة hello. بتساوي hi. أو hey. طبعا رسمي. ما بتكلم مع حد اكبر مني سن. الحد ما عرفوش قوي. لكن هنا حد عرفو صحابي أو عيلتي. برفع منه وبعض ايه زي بقول التكليف يعني. how are you. بتساوي. how is it going. please to meet you. بتساوي. nice to meet you. I'd like to introduce myself. how is your day. I'd like to introduce myself. هاي بقدم لك نفسي. طبعا لو بتتكلم مع صاحبك. ممكن سأله سؤال. هو ايه. سؤال كاسر بقى التالج. how is your day. أخبارك النهاردة ايه. زي يومك يعني. good bye. بتساوي عند النحة تانية. see you later. I'd like to meet. يبقى this is my friend. كزا. I'd like you to meet علي. اقول له this is my friend. ايه علي. طبعا الكلام ده شبه. حينفعني شوية فين. فتبقى لك. كلمة how is it going. بتساوي how are you. بعد كده عندنا. مهارة الكتابة. ازاي نكتب عندنا فقرة انشاءية. زي نقول يعني. وعمل لك هنا نموذج للكتابة. عن. ال community بتاعتنا. at our community meeting. we decided to improve the children's library. بي كان على مشروع مجتمعي. بقول لك في الاجتماع اللي بنعمله. في الحي بتاعنا. قررنا نحسن مكتبة الاطفال. او مبنى المكتبة يعني. to encourage children to use the library again. عشان نشجع الاطفال يستخدمها مرة تانية. we got some ideas from the مشروع السعادة community project. خدنا افقار من المشروع السعادة. اللي هو مشروع مجتمع برضو. we are going to ben's library as they do in hisa. اسوان. هنلون ندهن المكتبة من بره. زي ما عمله في منازل جزيرة اسوان. the library will look exciting. المكتبة بقى شكلها حلوة قوي. and will become a tourist attraction. تبقى معالم او معلم المعالم السياحية. we are looking for volunteers. بنبحث عن مصوّعين. to help us plan. ساعدونا في التخطيط. and complete the project. واستكمال ايه المشروع. بعد كده جاب لنا. ازاي تكتب رسالة عبر الانترنت. فعمل لك ايميل. طبعا خلاص تعلبنا كتير. بكتب to. واكتب اسم او ايميل اللي انا بعيت له. from. اسمي انا. او ايميلي. والموضوع ايه. the park. هنتكلم بقى على ايه. ازاي نتكلم عن مشروع خاص بينا احنا يعني. firstly. let me say. how proud we are of the town park. في البداية. عايز اقولكو احنا فخورين جدا. بحديقة المدينة تاعتنا. however. ومع ذلك. it now needs some work. بقت محتاجة بعض العمل. nobody waters the plants. محدش فينا بيسقي النباتات. and too many people woke on the grass. وكتير جدا بيمشوا على العجب. there is too much rubbish on the ground. واصبح فيه قمامة كبيرة على الارض. furthermore. وعلوة على ذلك. the playground is old and broken. الملعب اللي موجود في الحديقة. قديم ومقصر. at our community meetings. في اخر اجتماع علينا في الحي بتاعنا. we decided to improve the park. قررنا نحسن الحديقة. we are going to start watering the plants. هنبدأ نروي النباتات. we need a pass. so people don't walk on the grass. ونعمل مرة كده. عشان الناس ما تمشيش على الواجب. تمشي على المرة ده. we are going to clean up the rubbish. هنضف الحديقة من القمامة. and build the new playground. وهنبني ملعب جديد. to conclude. وعشان نختم الكلام بتاعي. we think that the park is going to look amazing. اعتقد الحديقة هيبقى شكلها حلو جدا. مدهش. and will become a tourist attraction. ومعالم الجاذب ايه السياحي. في اخر بقول يورز واكتب ايه اسمي. اللي انا اللي باعت يعني اسمي انا. نروح على صفحة مية وتسعينية شباب. في عندنا جزء كده. هو مش جرامر لكن جزء فيه بعض الروابط. خدناه قبل كده. كلمة because يعني لان. ويجي بعدها جملة كاملة. فاعل وفاعل. وبكوز بيجي بعدها السبب. وقابليها النتيجة. زي كده. heba doesn't like long past journeys. heba ما بتحبش رحلات الكتابس طويلة. طبعا دي نتيجة. يبقى السبب. because she gets bored. لان هي تزهق بسرعة. يبقى because. قابليها النتيجة. وبعدها السبب. ولازم بعدها جملة ايه كاملة. كلمة so هي عكسك. كلمة so. يجي قبلها السبب. وبعدها ايه النتيجة. وبرضو جملة ايه كاملة بعدها. زي كده. so have stayed up late. صهرة متأخرة قوي. طبعا ده سبب. so لذلك يبقى اللي حصل النتيجة. she couldn't get up early. لم تستطع ان تسترقز مبكرا. because عكس كلمة so. واخيرا كلمة which يا شباب. which معناها. الذي او التي. ده ضمير. مش سؤال. الذي او التي. لغير العاقل. ضمير وصل. يستخدم لربط كملتين. يكون بهم ايه. غير عاقل. زي كده. the Egyptian football team. beat Brazil. three to zero. طبعا. فرقنا المصر. كل قدم. كسل البرتالة سفر. كسل البرازيل كام. ثلاثة سفر. which was. النتيجة بقى داية غير عاقل اهي. والتي كانت. a surprising result. كانت نتيجة ايه مدهشة. زي ما اقول لك كده. this is the car. هذه السيارة. which our father put. اللي بابا اشتراها امتى? yesterday. يبقى which دي. ضمير. بمعنى الذي او التي. يصف ما قبله. ما قبله دا يكون ايه? غير عاقل. غير ايه يا شباب عاقل. راينا نشوف عندنا. exercise على الكلام دا يا شباب. على الدرس الثلاثة والرابع بقى. نركز معايا. اختيارات. ولا دوت عندنا ايه? لا ده. grammar. darin is really enjoying the book. so it's very exciting. darin فعلا مستمتع بالكتاب. لذلك هو مصير ولا لأنه مصير لأنه. يبقى الصحة عندنا يا شباب كلمة ايه? because يعني لأن. number two. heba thought that Angie was ill. heba كانت فاكرة ان Angie مريضة. because she was surprised to see her at school. لأنها شافتها او كانت مندهشة ان هي تشوفة في المدرسة. لا لذلك هي اندهشت لما شافتها في المدرسة. لذلك يعني يا شباب عندنا. so. kemal swam along the beach. كمال سبح بطول الشاطئ كله. where was very tiring. السباحة بطول الشاطئ داية غير عاقل. يبقى الصحة عندنا. دا شئ كان مرهق جدا. يبقى الصحة عندنا يا شباب. which. الذي كان مرهق جدا. i lived in the house. was built by my granddad. انا. عشت في المنزل الذي بني بواسطة ابي. يبقى هنا عندنا غير عاقل كلمة house. يبقى عندنا. which was built. which was built. نروح على صفحة مية تلاتة وتسعين يا شباب. هنا بقى. general exercise على الدرس الكام الخامس والسلس. في عندنا. between ايمن and مصطفى. ايمن is introducing his brother to his friend مصطفى. ايمن بيعرف اخوه عمر على صحبه مصطفى. hello مصطفى. this is my brother عمر. قال له hello ايمن. how are you عمر. طبعا اول مرة يشوفه يقول له عندنا يا شباب. nice to meet you. مبسوط ان انا شفتك. هنا عندنا. طبعا عمر بيقول له نفس الكلام. how are you. فيقول له عندنا. i'm fine. thanks. i am. fine. بعدين يقول له. thanks. شكرا على سؤالك. بعد كده بقول له. where are you going. رايح فين. فقال له اجابة. قال له. we are going to the super market to. واحنا كمان رايحين يا super market. وده احنا مصطفى رايح فين يا super market. اقول له عندنا كده. اجابة مباشرة يا شباب. to the. super market. فقال له سؤال. قال له. to buy some groceries. هشتري بعض البقالة. وضح بيقول له عندنا اللي رايح هناك. يبقى why are you going there. ليستخدمنا are going there. عشان هو رايح حالا دلوقتي مدرع مستمر. قال له. to buy some groceries. فقال له سؤال. قال له. of course you can join us. طعم بيقول له مصطفى. ممكن اجي معاكم اللي عندنا. can i come with you. ينفع اجي معاكم. فقال لهم. او قالوله يعني. of course you can join us. بعد كده سؤال. choose. اختيارات يا شباب. وركز معايا للمساهلة جدا. number one. the opposite of useless. the opposite of useless. عكس كلمة a useless. يبقى عكس useless. حتى فقنا نصفات اللي اخرها less. عكسها full. والعكس صحيح. full. عكسها less. يبقى the opposite of helpful. of sorry. of helpful. helpful. useless. oh ناشي. the opposite of. ناشي. number one. the opposite of is useless. عكس كلمة ايه هي عكس كلمة useless. useless يعني بلا فائدة. عكسها مفيد. لها ايه. helpful. helpful. happiness. has the same meaning as. كلمة happiness. سعادة. لها نفس معنى كلمة pleasure. سعادة برضو. number three. we add suffix to the word build. to make a job. بنضيف لاحقة. لكلمة build. بنحولها اسم وظيفة. يبقى بناء عمل بناء. اللي هو ايه. builder. we use to conclude. بنستخدم هذا التعبير. لكي يتختم يعني. to write a conclusion. الخاتمة. اكيد بنختم بقى باخر الكلام يعني. number five. means polite for important situations. حاجة مناسبة جدا. للمواقف المهمة. بل اسمها formal. formal يعني حاجة ايه. رسمية. give the opposite of suitable. تدي عكس كلمة suitable. يعني مناسب. يبقى unsuitable. غير ايه. غير مناسب. نروح على صفحة مية اربعة وتسعينة شباب. سؤال read and complete. help يساعد. go يذهب. ريبير يصلح. furthermore. علاوة على ذلك. براوت فخور. helping you say. firstly let me say how. خلينا اقول لكم انا قد ايه فخور. يبقى عندنا كلمة هنا ايه. خلاص حفظناها بقى. براوت. we are of the castle in our town. فاخورين بالقلعة اللي موجودة في مدينتنا. however ومع ذلك. it now needs some work. محتاجة بعض العمل. at our community meeting. في اخر اجتماع علينا. we decide to improve the castle. قرنا نطورها ونحسنها. we are going to get some builders. to the walls. هنجيب بعض البنائين. عشان يصلحوا الحطام. يبقى. بعد كده عندنا علاوة على ذلك. اللي هي كلمة ايه بقى? further more. علاوة على ذلك. هنعمل تاني. children at the school are going to clean up the rubbish. يبقى دول هيساعدوا. طبعا بعد جوة بيجي مصدر. يبقى. to clean up the rubbish. هيساعدوا في تنظيف ايه القمامة اللي جوه القلعة. بعد كده جاء. تكلم عن مشروع في مجتمعك. طبعا ده مجاب في اخر الكتاب. نصحة مني يا شباب. تعيد كتابة كل البراجراف مرة واثنين وثلاثة. وتعدل فيه براحتك عشان مناسب ايه طرقتك في الكتاب. بعد كده عندنا يا شباب. صفحة. آآ مية. خمسة وتسعين. امتحان شامل على الوحدة الكام التالتة. هنبدأ نحل. نصحة مني يا شباب. حل لوحدك دلوقتي. وقف الفيديو خالص. حل لوحدك الامتحان. وبعد نرجع تاني للفيديو. رجعوا ايه؟ رجعوا معي مرة تاني. نبدأ عندنا شباب. اول سؤال في الامتحان. طبعا كالعددة محادثة. هنبدأ نقرأ المحادثة الاول كاملة. وبعد نبدأ. بعد كده نجاول. أشرف is meeting a tourist in the Egyptian museum. أشرف يقابل احد السائحين في المتحف المصري. Welcome to Egypt. How do you do? اول مرة يقابله. طبعا بيقول له hello. ينفع يقول له how do you do. بس مش عالم استفهام. هيقول له عندنا nice to meet you. بعد كده في سؤال. قال له I'm from Italy. طبعا بيقول له انت منين. سؤال قال له I will stay for a week. بيتكلم عن المدة اللي هيقيمها. والسؤال عن المدة بhow long خلي بالك يا شباب. Is this your first visit? هل دي اول زيارة ليك لمصر؟ فقال له I have come here three times before. واضح ان لا مش اول زيارة. what's your opinion about the Egyptian people. رأيك في المصريين. فقال له عندنا really I like them very much. فواضح هو هنا هيقول له طبعا يا شاب الرأي بتاعه في المصريين. اللي هو مثلا friendly أو يقول له helpful. فقال له really بجد I like them very much. نبدأ بقى عندنا حلقة بعض يا شباب. hello how do you do. فقال له عندنا هنا كده. nice to meet you. أو please to meet you طبعا. فقال له انت منين. وهي where are you from. يبقى where are you from. انت منين. فقال له I'm from Italy. سألوا عن المدة. طبعا السؤال عن المدة بكلمة how. وبعدين long. فعلي مساعد من تحت كلمة will. فقاي تبقى you مصدر. stay. how long will you stay here. هتقعد قد اي هنا في مصري يعني. فقال له for a week. is this your first visit. قلنا لا. فقال له عندنا كده. no. وبعدين. it isn't. لا. مش اول زيارة لي. نجد قبل كده كذا مرة. بعد كده what's your opinion. about the Egyptian people. ايه رأيك في المصريين. فممكن نقول له عندنا كده. they are مثلا. helpful. friendly. they. are. friendly. هم ودودين جدا. وانا قال له. really i like them very much. بعد كده السؤال الثاني. read and complete. start يبدأ. start بدأ. expensive غالي. فسألة زيارة يعني منشآت او مرافق. notice board. notice board. يعني لوحة الاعلانات. peaceful يعني مسالم او هادئ. i don't like living in a big city. انا مش بحب عيش في مدن كبيرة. most things are very. معظم الحاجات في المدن الكبيرة بتبقى. expensive. يعني expensive. يعني غالية السمن. i live in a very area. انا عايش في منطقة ايه اكيد. قصد يقول لك منطقة هادئة تماما. مسالمة خالص. ليس ما عندنا. peaceful. peaceful يعني هادئ او مسالم. we try to improve that for disabled people. بنحاول نحسن المنشآت او مرافق للناس. زي هو اللي احتاجات الخاصة. فكلمة مرافق عندنا هي شبهية. facilities. we building new library last week. الجملة في الماضي. يبقى احنا بدأنا خلاص. يبقى الصحة عندنا. started. بدأنا بناء. مكتبة جديدة الأسبوع اللي فات. the library is very important for us. المكتبة مهمة جدا لينا. we can read and borrow books there. نقدر هناك نقرأ ونستعير كتب منه. بعد كده comprehension. قطعة فهم يا شباب. one day an old man came to our village to visit a friend. في يوم الايام. رجل عجوز قيل القرية بتاعتنا يزور صديق لي. his friend was a poor farmer. صاحبه كان فلاح فقير. when the old man saw the farmer. لما الرجل العجوز شاف الفلاح. he became very pleased. كان فرحان جدا. but he found that his friend was poor and sad. لكن لقى صاحبه فقير وحزين. so he decided to help him. قرر يساعده. and make him happy. ويسعده. the old man put his finger on a small piece of rock. الرجل العجوز ده. حط صباع من صابعه. في قطعة حجر صغيرة. which suddenly turned into a piece of gold. تحول هذا الحجر إلى قطعة من الدهب. he gave it to the poor farmer. طبعا ادي عيدة على الخاتم الدهب دوت. أو قطعة الدهب يعني. إلى الفلاح. but the old man saw that his friend. was still unhappy. لكن برضو لاحظ. الرجل العجوز ده. ان صاحبه الفلاح لسه مش. مش سعيد. حزين يعني. still unhappy. ما زال حزين. so he did the same thing again. فعمل ده مرة كمان. but this time. with a bigger piece of rock. بس المرة دي. عمل ايه الحركة ديت. بقطعة صخرة. أو قطعة حجر اكبر. however. ومع ذلك. the farmer was still sad. كانت مازال حزين. the old man became amazed. الرجل العجوز اصبح مندهش. and asked his friend. how can i. يقول له ازاي قدر اساعدك يعني. how can i make you happy. ازاي خليك سعيد. my friend يا صديقي. his friend replied. صاحبه قال له. i want you to give me your finger. انا عاوز صباعك كله. مش عاوز ايه. قطعة ذهب دي. صباعك ده هو اللي يخليني ايه غني. طبعا قطعة. المقصود بها تبقى ايه تبقى فان شوية شباب. the farmer was. الفلاح ده. كان ايه يا شباب. في القطعة بتاعتنا. طبعا كان. unhappy. غير سعيد. وما كانش ريتش غني. ولا سعيد. الراجل في اللحظة كان طماع. بدل ما ياخد عندنا قطعة اللي هي الدهب. كان محتاج ياخد صباع الراجل كامل. the underlined word it refers to that. طبعا عيد على قطعة الدهب. a piece of gold. a piece of gold. give a suitable title for the passage. عايزين عنوان مناسب للقطعة. انا ممكن اقول هنا ده اللحطة طماع. اكلب عندنا كده. the greedy farmer. ممكن اديها العلوان ده كل سهولة. الفلاح الطماع. why did the old man decide to help the farmer. ليه الرجل العجوز قرر يساعد الفلاح. لانه هو لقى حزين وكمان فقير. because he was very poor and sad. او ممكن اكتب كده. to make him happy. to make him happy عشان يجعله سعيد. what do you think of the farmer. اي رايق في الفلاح دوت. هكتب كده عندنا يا شباب. i think he is a greedy. greedy يعني طماع. a greedy person شخص ايه طماع. بعد كده عندنا سؤال. choose يا شباب. سهل جدا خلاص. اتعلمنا عليه كتير. number one. to means to fix something that is damaged. broken or not working. معناها تصلح شيء. كانت قصر او مش شغال. وتخليها اشتغل. يبقى انت بتعمل حاجة اسمها ايه. repair. يعني يصلح. damage يطلف. steel يسرق. video time. the adjective recent can be an adverb. by adding. كلمة recent الصفة دي. اللي هي حديثا يعني. او حديث. ممكن تحولها الى حال. اللي هي مؤخرا او حديثا. بإضافة ly. recently. recently يعني مؤخرا. that of happiness is joy. joy وhabiness بيسوا بعض. يبقى دول synonyms. يعني متراضفين. to get the opposite of friendly. we add the prefix عشان نجيب حكس friendly. منضبها دي اسمها. unfriendly. يعني غير ودود. number five. the street is very wide. الشارع واسع جدا. the opposite of white. حكس واسع ايه. narrow. narrow يعني ضيق. men and women. have equal rights. الرجال والسيدات لهم حقوق متساوية. the word equal here means. كلمة equal هنا معناها ايه؟ معناها زى السهم. لو عنده نفس الحقوق. صفحة 200 و 1 يا شباب. ودي اخر صفحة النهاردة. سؤال الجرامر. ركز معايا. i am interested in reading science fox. طبعا الصفة دي لازم نكون اخرها ايه دي. عشان نتكلم على عاقل. معناها مهتم. بقى الصحة عندنا. interested in. مهتم بقراءة كطب علوم. what are we go to do about it. اتفقنا فيربيتو دي. عايز ing. واخدنا التكوين ده في الواحة دي تسمها going to. التعبير عن المستقبل او التخطيط المستقبل. بقى الصحة عندنا. what are we. بعين كلمة going to. do about it. he was surprised to see the pyramids for the first time. كان مندهش جدا. لما اشفى الاهرابات الاول مرة. الصفة دي للعاقل يا شباب. وهو الشعور بالصفة. يبقى نحط لها ed. sir. prized. surprise يعني مندهش. tourists are always amazed by the kindness of the Egyptian. السياح دايما مندهشين بطيبة وعاطف المصريين. فكلمة مندهش اللي هي amazed. اما الشيء المدهش يبقى amazing. the shops going to make a big sale on friday. بيتكلم على المستقبل يا شباب. شبس جامع يخلي بالك. going من جيش لوحدها. لازم. يبقى الصحة عندنا. are going. are going to make a big sale. هتعمل تخفضات كبيرة يوم وجمع. اخر سؤال عندنا النهاردة هو سؤال. paragraph. اكتب قصة قصيرة. وده من ضمن الاشياء اللي ممكن تجيب في الامتحان. عن شخص عمل اختلاف كبير وفرق كبير في مجتمعك. ممكن تتكلم بقى لأحد الجيران على باباك. عمل مشروع. حسن الشوارع. حسن الاشجار. حسن الحضائق. وهكذا طبعا ده. متجاوب عنه في اخر ايه الكتاب. كده يا شباب الحمد لله. خلصنا. اه الوحدة التالتة كلها كاملة. من كتاب المعاصر. يارب يكون الفيديو مفيد لكم. من التوفير للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته. اشتركوا في القناة.